وين الحلقة رقم 8 يا أستاذ من الكورس الشامل لتدريبك عن الإنجلزية من الصفر؟ هذه هي ولكن حلقة اليوم عشان تشوف مستوىك وين وصلت معايا وإيش محتاج عشان أنا أدعمك فيه ويرفع مستوىك زي الأسد بالورقة والقلم بالحلقة الممتعة يلا مع بعض حبيب قلبي سودس بيت اللهم صلى الله عليه وسلم والباركة علينا محمد لكم تعذروني اليوم أنا في الأوتيل المسافر وانتم شغلتوا لبالي صورنا الحلقة وين حلقة فرحملكم إياها ومحمد رحملكم إياها بشكل جميل حلقة اليوم عبارة عن خلينا نقول اختبار مستوى للي راح وأيضا تأسيسك بشكل صحيح للإستماع الحلقة كالتالي هي عبارة عن تدريب استماع على شكل مسابقة أو اختبار لإلك راح تلاقيني أنا بقول كلمة وانت بدك تشوف الخيارات الثلاثة اللي ظهرت لك وتقولي ايش الكلمة اللي أنا قلتها راح نتدرج في الصعوبة في البداية راح تلاقيني قلت كلمة واحدة بس وانت تشوف مين هي اللي أنا قلتها وبعدين راح تلاقيني قلت جملة الجملة اللي أنا قلتها في قلبها كلمة من اللي ظهروا لك هنا استوعبنا آه بعدين راح نتدرج أكتر راح أقول جملة وانت تقولي مين الجملة اللي أنا قلتها في الثلاثة فهذا راح نتدرج أكتر راح أقول سؤال وانت بدك تختار الجواب تبع هذا السؤال من الخيارات متفقين؟ بدي إياك أنك تركز هذا تدريب تأسيس استماع زي الأسد معايا بالمناسبة اللي بديه يتقوم في الاستماع فقط عنا كورس تأسيسي تدريب للاستماع من الصفر بقوة بإمكانك تشترك معنا من الرابط بالأسفل يار نبدو مع بعض نبدأ أول حاجة بالكلمات ركز معي زي الأسد نقول كلمة وتقولي إيش هي اللي ظهرت في الخيارات هنا أوكي؟ أول كلمة راح أقولها ركز شو هي؟ شو كلمة أنا قلتها من الثلاثة هدول؟ إيش الكلمة؟ آه هاي محمد راح يعلم لك عليها كيف تكتب إذن هل متعلم كتابة واستماع مش بس كتابة ومش بس استماع لاثنين مع بعض ناخد السؤال اللي بعده ناخد السؤال اللي بعده وركز معايا إيش الكلمة اللي أنا قلتها؟ اللي هو الفعل يعيش أي واحدة فيهم في ناس كتير تتلخبط هاي محمد حط لك إيش الصح؟ ركز معايا ناخد كلمة جديدة أحاول أختار الكلمات اللي أنتم تغلطوا فيها عشان تستفيدوا interesting 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 شو كلمة اللي أنا قلتها؟ آه حلو الآن بدنا نطلع في المستوى رح أقول أنا جملة أو أكثر وفي واحدة من الثلاث خيارات اللي زهروا لكان بس واحدة منهم قلتها في الجملة أو الجملتين اللي أنا حكيتهم اتفقنا؟ يعني عندك تستخرج مين الكلمة اللي أنا قلتها في الجمل جاهزين؟ ركز معايا وخليه ودرك معايا tomorrow I will go to school because I have an exam إيش الكلمة اللي أنا قلتها من الثلاثة هدول في الجملتين اللي أنا حكيتهم؟ إيش هي؟ إيش هي؟ آه برافو school 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 لاحظ أنه كيف بألفوضها؟ school والأل دايما الإنسانك بطلع فوه school ناخد سؤال تاني ركز معايا زي الأسد شوف من الكلام اللي أنا قلتو إيش من الثلاثة هدول قلتو أنا؟ يلا كمان جملة oh I bought this book yesterday because I think it is interesting إيش هي كلمة اللي أنا قلتها؟ إيش هي كلمة اللي أنا قلتها؟ آه أنا قلت interesting interesting got it because I think it is interesting برافو طيب هاتنا أخد جملة تانية وشوف ميني مركز معايا كمان مرة ركز معايا الآن الجملة بتقول ركز معايا I'm going to the supermarket because I want to buy some bread and rice I'm going to the supermarket because I want or I need to buy some bread and rice إيش هي كلمة أنا قلتها؟ من هدول؟ ها؟ مين أعرف؟ آه برافو قلت كلمة bread قلت كلمات كتير بس من الثلاثة هدول فش لغير كلمة bread أنا لفظها إذن إيش؟ بريد شو يعني بريد؟ يعني خبز أنا رأي على السوبر ماركت عشان أشتري شوية خبز ورز طيب تعال نطلع في المستوى أعلى شوية الآن شو بنا نعمل؟ بدي أقول سؤال سؤال أو جملة قلنا نبدأ جملة قلنا رح أقول الجملة الآن وتقول الجملة أنا قلتها أي واحنا فيهم من اللي هنا رح يصير لك ياه محمد تحت بعض ويشوف لك إيش الحد جاهز معايا؟ يالله مين في الجملة الثلاثة هدول هي اللي أنا قلتها؟ مين هي؟ آه أنا قلت ممتازين الآن خاني نطلع في المستوى أعلى شوية واللي رح أقوله الآن أنه أنا رح أقول سؤال وإنت بدك تختار إجابة السؤال اللي قلته من هدول الخيارات السؤال بيقول إيش يعني السؤال؟ خليكم تحلوا بعدين نجاو إيش الجواب بين هدول تبع السؤال اللي أنا قلته؟ آه السؤال بيقول وين is your flight؟ يعني متى طيارتك؟ متى طيارتك؟ إيش الحل؟ برافو عن ناس الحل صح ركز معي ناخد حل تاني إيش الحل بيقول كمان؟ حل سؤال تاني ونشوف ميني حل تاني سؤال ونت بدك تختار إجابة من هنا السؤال بيقول what did you have for breakfast this morning؟ what did you have for breakfast this morning؟ إيش الجواب؟ لسؤال لنا قلته؟ برافو عليكم إذن إيش السؤال لنا قلته؟ أنا قلت what did you have for breakfast this morning؟ في الماضي البسيط إيش تناولت؟ أو إيش شكلت؟ أو إيش؟ إيش ما بدك؟ إيش كان إفطارك؟ اليوم الصبح فإيش الجواب؟ برافو عليكم آخر سؤال ونخلص السؤال الأخير بيقول ركز معايا عشان تستفيد I heard that your dad is traveling when will he leave? when will he leave? when will he leave? إيش الجواب؟ إيش الجواب من هدول؟ برافو عليكم إذن أنا أسأل قلت when will he leave؟ يعني متى سوف يغادر؟ لاحظوا بالفيديوهات اليوم بالحلقة ركزت على leave وlive وlive ركز معايا leave هو الفعل يغادر بهذا الشكل تكتب ويلفظ leave يغادر أما هذا L-I-V-E هذا عبارة عن إما بيكون فعل بمعنى يعيش واللفظ تبعه live أو بيكون مباشر ولفظه live live لا تخربطش بينهم تظهرنا بحلقة جديدة المعلومات الطاقية اليوم قد تكون تدريب استماع فخم جداً ما ممكن تسمع لها أكثر من مرة واللي بده يتأسس في الاستماع الإنجليزي صح ويحل كل مشاكل الاستماع إمكانك تشترك معنا من الرابط بأول تعليق ما تأخرش تحياتنا لكم